اديت عنوان عريض الاندية الشعبية الى اين وكان عنوان متعمد لان انا لما لاقي في القسم الثاني اللي حيقاهل لدور المحترفين 90% من الاندية اللي هتكون موجودة في دور المحترفين اندية شركات ومؤسسات و 3-4 اندية هتمثل الاندية الشعبية يبقى في حاجة يبقى لازم اقول وابتدي اشوف الاندية الشعبية راحت فين والبقية اللي كانت موجودة هتروح لفين لما لاقي نادي الترسانة اللي فاس بالدور العام وكاس مصر بيعافر عشان يكون موجود في دور المحترفين مش في الدور الممتاز لما لاقي نادي الاليمبي السكنداري اللي حصل على الدور العام خارج حدود القاهرة هو وغز المحلة الاقي الاليمبي بيعافر عشان يكون موجود في المركز السادس اللي يدخل بيه دورة ما بين التلات مجموعات عشان نتأهل منهم اتنين لدور المحترفين يبقى في حاجة غلط لما لاقي نادي المنصورة بكبرياءه بتاريخه الكبير على المستوى الافريقي وعلى مستوى الدور المحلي الاقي المنصورة هو كمان همال على اخره ولاقي الجمهور بتقطع في مجلس الإدارة اللي قايم بكل جهد عشان يحط النادي في مكانه الطبيعي يبقى في حاجة غلط يبقى لازم كلنا نقول لا يا جماعة احنا رايحين على فين الانديها الشعبية رايحة على فين الشرقية اللي راحته ما رجعتش والنهاردة حيكون معايا اتنين الاسبوع الماضي كان معايا كابتن ناصر الشهز الرئيس النادي الأولمبي والدكتور مكرم طبعا ردوان رئيس نادي بن عبيد النهاردة معايا شيخ رؤساء الاندية في مصر سبت ناب سامر موسى وعارفين حضراتكم صراحتوا المعهودة تكلم بكل ارحية بكل ارحية تمام عشان يتكلم ويقول ونشوف الدنيا فيها ايه تمام حجيب بالقاس اللي عملت السنة دي مجوود خرافي ووصلت لدورة الترق ولكن عشان مفيش امكانيات خالص خالص فالنتاج بتاعتها حتى الان مفيش نقطة واحدة ان الناس بتصرخ فلازم افتح الملف لازم افتح الملف واقول احنا رايحين على فين مع الاندية الشعبية قبل فوات الاوان قبل فوات الاوان لازم نشوف احنا رايحين على فين فالنائب سامر موسى حيكون موجود كابتن احمد سالم رئيس ندي بالقاس حيكون موجود والنهاردة بقى حقعد كده مع حضراتكم عشر دايق كده حنستعر تصور وفيديوهات وحسيب الحكم لحضراتكم في مصر كلها اذا كان الدور الممتاز بكبرياء الحالة اللي موجودة في القسم الثاني موجودة في الدور الممتاز حد يقول اه اذا كان العشق الجماهيري اللي حواريه لحضراتكم في اندية شبين جمهورية شبين بلدية المحلة طنطا كفر الشيخ الحمام المنصورة كل الاندية الجماهيرية اللي موجودة في القسم الثاني وخصوصا في المجموعة الثالثة قلولي دي مباراة يا سادة البلدية وجمهورية شبين اللي البلدية دخلت المباراة دي وفي المركز الاول وشبين في المركز التاني ده البساطة اللي بتقل جماهير البلدية النادي الملكي النادي المحترم بقيادة مصطف الشامي في رحلتها من مدينة المحلة لمدينة شبين الكوم الصورة بتتكلم لو معنا أصوات صورة قلولي قلولي عشان أسكت شاو نسمعها قد الرجب بتحرك شايفين كم يا جماعة بس واخد الجماهير شايفين الناس صلعة من المحلة لشبين وقادي بشكر مجلس دارة نادي البلدية بقيادة الدكتور مصطف الشامي الشاب المحترم وطبعا والدنا كلنا وأخونا الكبير مهندس محمود الشامي كل أعضاء مجلس الردارة اللي وفروا لجمهورهم اللي تبسات عشان تروح بالرحلة دي لشبين وبشكر شبين الكوم ومحافظة المنوفية ومحافظة المنوفية المحترم اللي هو إبراهيم أبو ليمون ابن محافظة الغربية على فكرة